أكد مصدر يمني لبي بي سي أن قوات خفر السواحل تتعقب قراصنة صوماليين اختطفوا سفينة صيد يمنية وتجهوا بها نحو المحيط الهندي وعلى متنها 15 بحارا وكان قراصنة صوماليون اختطفوا سفينتين أخريين في خليج عدن من بينها ناقلة تحمل علم بريطانيا وعلى متنها مواد كيميائية هذه هي الناقلة البريطانية سان جيمس التي اختطفها قراصنة صوماليون في خليج عدن الناقلة تحمل علمتنها مواد كيميائية علاوة على 26 شخص من جنسيات مختلفة الثانية تحمل علم باناما وكانت محملة بالسماد واحتجزت قرب جزر السيشال أما الثالثة فهي يمنية وتحمل علمتنها 15 شخص وزير الاعلام الصومالي حذر من سوء استخدام المواد الكيميائية على متن سان جيمس المواد الكيميائية تصبح خطرا على البيئة اذا حاول القراصنة تتلعب بها باعتبارنا نمثل الحكومة سننظر في الامر ونحاول الافراج عن السفن وتعد هذه الهجمات الاولى منذ شهر اغسطس الماضي في ظل المحاولات لتأمين خليج عدن الحكومة تعتبرها الان جريمة منظمة قد تكون هذه الهجمات قد بدأت على ايدي صيادين مسلحين يقاومون انشطة الصيد غير القانونية ورمي المواد السامة قرب السواحل الصومالية لتصبح الان جريمة منظمة ورغم جهود الحكومة التي هي اصلا لا تسيطر فعليا على الاوضاع في الصومال فان القرصنة لا تزال نشطة وتدر الملايين من الدولارات على اصحابها في ظل محاولات دولية لتأمين المنطقة ويحتج الصوماليون حاليا اثني عشر سفينة واكثر من مئتي شخص انباء الاختطاف جاءت بعد ان اعلن قراصنة عن الافراج يوم الاحد عن ناقلتين صينية وتايلندية ويعتقد ان القراصنة حصلوا على فدية بقيمة ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار بالنسبة للناقلة الصينية وفاء زيان بي بي سي